جملة من الأسئلة جاءت في موضوع قانون المالية لسنة 2023 طبعا قانون المالية لسنة 2023 هو قانون الذي سوف يستمر في تكريس الدولة الاجتماعية وهذا كان واضح وجلي في المذكرة باعتها السيد رئيس الحكومة لمختلف القطاعات الوزارية والتي تحدد الأولويات التي نبغي الانكباب عليها والاشتغال عليها وطبعا في نفس الوقت هذا الاشتغال على تكريس الدولة الاجتماعية إن كان على المستوى ذي التغطية الاجتماعية وهذا ما تشوفوا القانون الذي صدق عليهم جيس الحكومة اليوم المتعلق بالراميد وبالإمكانيات التي تتولى الحكومة والدولة أنها تحملها على نفقتها بالإضافة لإصلاحات التي تعرفها المنظومة الصحية بالإضافة لإصلاحات التي تعرفها المنظومة التعليمية بالإضافة لإصلاحات التي سيجيبها القانون الإطار للإستثمار هذه كلها استراتيجية طموحة استراتيجية التي سوف تكرس الدولة الاجتماعية بحق وتكون ليس فقط مجرد شعار ولكن تكون ممارسة يشعر بها المواطن في الحياة العادية دياله وهذا أكيد عنده مجموعة من التكاليف الجديدة سواء تكاليف مالية أو تكاليف مرتبطة بالموارد البشرية الحكومة الآن هي بصدد الإعداد لقانون المالية للسنة المقبلة ديال سنة 2023 وطبعا هذا القانون المالية عنده مجموعة المسارات التي يجب أن يمر منها يجب أن يتم تقديم خطوطه العريضة على مستوى مجلس الحكومة ثم نفس الشيء بالنسبة للمجلس الوزاري يجب أن يصادق على العناوي الكبرى والتوجهات الكبرى لهذا القانون المهم الذي يحدد السياسة المالية بشكل عمومي وفي نفس الوقت يجب أن يخضعها للنقاش البرلماني إن على المستوى الغرفة الأولى ولا الثانية لأكيد السيشاكير هو أن الحكومة سوف تبحث عن هوامشة جديدة لكي تستطيع أن تموّل هذه البرامج وإلا غير يولي هذا كله مجرد شعار لكن هذه الهوامشة الجديدة تستحضر مجموعة دي العناصر تستحضر أولا التوصيات دي المناظرة الوطنية التي عرفتها بلادنا المتعلقة بالدرائب عبر تنفيذ التوصيات ديالها وأيضا عبر تفكير كيف يمكن أن نحفظه على واحد لواتيرة معينة للأداء المالي دي البلادنا وفي نفس الوقت نعزوه في المستقبل فمن السابق لأوانه الآن أن الحكومة تعطي هذه الهوامشة لأن هناك فضاءة دستورية كيفما قلت المستقبلية التي يجب أن تناقش في هذه القضايا لكن الحكومة الآن تمتلك سيناريوهات كثيرة وتمتلك مجموعة من الإمكانيات التي بفضلها سوف يتم تعبئات مواريد مالية مهمة جدا وطبعا تستحضر هذه السياقات كلها بما فيها السياق التي يضغط على بلادنا موسيقى